انه الانتظار الذي يطوي معه 46 عاما من منع المزارعين الفلسطينيين دخول اراضيهم الزراعية في سهل القاعون بالاغوار الشمالية بعد حرب عام 67 بسبع سنوات اقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منطقة عازلة سيطر من خلالها المستوطنون على مدار عقود على اكثر من الف دنم زراعي قبل ان يستعيدها الابناء بعد ان غيب الموت الاباء والاجداد دون رؤية القاعون حرا يعني كان الوالد رغبته انه يرجع ويزرع عرضه ولكن الوالد اليوم توفى واليوم احنا منلبي رغبة والدي وهي احنا اليوم واقفين ومننتظر حتى دخولنا منطقة السهل اللي رجع بان الله تعالى وان شاء الله رايح نزرعه واللبي رغبة والدي ان شاء الله بانده الله تعالى قرار استعادة القاعون جاء بعد انتزاع قرار في العام 2015 من المحكمة العليا الاسرائيلية لكن المماطلة في التنفيذ كانت سيدة الموقف نزولا عند رغبة المستوطنين بالابقاء عليها الجهات الرسمية الفلسطينية اكدت ان حزمة من المشروعات سيباشر العمل على تنفيذها لدعم صمود المزارعين ضمن برنامج وطني شامل يسبنا القرار منذ سنوات منذ خمس سنوات لكن الاسرائيلين رفضوا تابعنا القرار والان اليوم هو اول دخول لنا منذ 46 عاما تقريبا الى هذه المناطق هذا اندل على شيء فانما يدل على اصرار الشعب الفلسطيني اصرار مواطننا الفلسطيني على التمسك بارضه وسنقوم بزراعتها وحراثتين شغلة ويعكس سهل القاعون اهمية استراتيجية في حصة الناتج الزراعي الفلسطيني كما حال موقعه الجغرافي المطل على مدينة بيسان والضفة الشرقية لنهر الاردن استعادة الفلسطينيين لسهل القاعون يمثل صفعة للمستوطنين بعد سنوات طويلة من سرقة خيرات هذا السهل وتكشف طباط المؤسسات القضائية الاسرائيلية في تنفيذ قراراتها لخدمة المشاريع الاستيطانية على حساب الفلسطينيين خالد بدير قناة الغد من مشارف سهل القاعون الاغوار الفلسطينية اشتركوا في القناة